النهاردة هنعمل المحاضرة الأخيرة هيكون على مسألة إياس مسألة أساسية لأن بعد ذلك سيبقى عندك محرك احتراق داخلي مثلا سبارك إجنيشن أو ديزل إجنيشن ده بيطلع باور فبندك تأسها هتقابلها معي التيرم القادم في ربعة في التيرم التاني هتضطر أنت تختبر على أرض الواقع مكينات كتيرة قسمة بتاعنا اسمه ميكانيكال باور ميكانيكال باور فهنختبر على الأرض الواقع مكينات كتيرة بتطلع باور لازم نقسها هنشوف النهاردة باب تتأسس زي المحاضرة دي أنا مجمع الثلاث موضوع مع بعض الفورس والتورك والباور نبدأ كده بنقول الفورس طبعا فيكتور يعني لابد تبقى عارف الديريكشن بتاعه الفورس طبعا حسب خانون نيوتون التاني ممكن تعمل العلاقة هي الفورس بسوى ماس في وهو فورس باستمرار لتحت الاس اي يونت بتاعة الفورس هي النيوتون البريتش يونت هي والجي عجلة الجاذبية الأرضية 9.81 متر ساكيند ساكوير اللي هي 32.2 متر ساكيند ساكوير خبالك الجي لما بنقول القيمة دي دي قيمة تقريبية لان الجي في الحقيقة بتعتمد على اللوكيشن انت قديه بعيدة عن صحتها البحر لما بتنزل لتحت او بتطلع لفوق الجي في كلا الحالتين هتقل لما بتطلع لفوق بتقل لانك بعيدة عن مركز الجذب لما بتنزل لتحته برضو بتقل لان كمية الارض اللي بتجذبك قلت الفورس ميشورمنت ميثود هيبقى عندي اما دايريكت ميثود واما ان دايريكت الدايريكت ان انا بقارن الفورس بفورس تانية زي الميزانزو الكافتين بقارن فورس بفورس اخرى الان دايريكت اقولك لا استنى الفورس هتعمل افكت مثلا هتعمل انا حقيس ومنه هستنتج الفورس زي الميزان الديجيتال اللي عند الراجل السايخ بتاع الدهب هو هو بيبيع لك الدهب مش بيقعد يجيب كفة دهب وخطع الدهب معنا ويحط ديقصة 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 ونزود حتة ونشيل حتة لغاية الكفة ما تتازن هو ما بيعملش كده خالص عكس الراجل بتاع البطاطس ممكن يجيب حتة حديد كده اتنين كيلو ويحطها لما توزن الكفة التانية بطاطس والميزان يجي في النص يبقى البطاطس دول اتنين كيلو بتاع ده ما بيعملش كده هو بيشوف اللي حصل ومنه بيستنتج ومنه بيستنتج الفورس يبقى اول حاجة اللي هي اللي هي الطريقة التانية شاهدين كلام بقى خالص خلينا نخلص على طول لما بقول يعني انت تفهم ان المفروض الفورس اللي انا بعملها ما تزيدش لدرجة ان تعمل بلاستيك دي فورميشن مش كده ده معنى سواء سبرينج ميزان وتستعمل قانون اسمه ايه هوكسلو او كانت ليفر مثلا او بيم كل الفكرة دي في الاخر بشوف على كاليبريتد سكيل طب ما اللي خليني اعمل كده طب ما انا اخدها على كباسيتور والكباسيتور فاردة لوح سابت ولوح يتحرك الكباسيتنز تتغير ومنه اعرف الفورس لو انا عملت كده يبقى ده اسمه كباسيتف سنسور يعني يدخل تحت عائلة الكباسيتف ترونسيديوسر انتو شايفين كده كويس طيب وممكن اخدها على بيزوالكتريك ترونسيديوسر برضو تمام بس برضو خد بالك البيزوالكتريك ده بيشتغل في الديناميك بس بيشتغل في الديناميك بس طب خش خش بسرعة بقى ما انتعارف البيزوالكتريك هو طبيعته بيقيس الديناميك بريشار ما بيقيش الستاتيك يعني اول الفرصة ما تثبت وتاخد خيمة ثابتة خلاص الاراعة تبقى صفر بيطلع بصدق الانبيرادو لا كويس السؤال حلو البيزوالكتريك ترونسيديوسر بشكل عام بيطلع تشارج وبيركب له حاجة اسمها تشارج امبليفاير لانه بيطلع تشارج في الرنج بتاع البيكو كولوم بيطلع بالبيكو كولوم وبيركب له تشارج امبليفاير تمام؟ بتكبر تشارج دي وبعدين بقسها ومنها بعرف الابلايت بريشار قد ايه ومنها بعرف الابلايت فرس قد ايه طب ما انا ممكن برضو اخلي الانون فرس دي تأثر على الفليوت بريشار واجيب البريشار لو عملت كده حيبق عندي هيدروليك لوت سيل او نيوماتيك لوت سيل كلمة لوت سيل يعني ديفايز بحط عليها الفرس يحصل افكت معين ما هواش دايريكت يعني مش بقارن بفرس معلومة لا ده بيحصل افكت ديفليكشن مثلا او عمود يطلع عمود ينزل تمام؟ كل دول عكس الطريقة البسيطة الخالص للميزانزو الكافتين كل دول عكس اول واحدة اللي بقارن مع الميزان طب ما انا ممكن كمان اعمل الانون فرس دي احطها على نون ماس وايس الاكسليريشن بس دا مش شائع قوي بس هو نظريا ممكن قف بتساو ام ايه وممكن برضو ابالانس الانون فرس مع ماجنيتك فيلد بس دا برضو مش شائع قوي يبقى هي الطرق الشائعة اننا اعمل ديفليكشن وايسها اننا اخدها على كاباسيتور او اخدها على هيدروليك سيل او اخدها على نيوماتيك لوت سيل لما بقول هيدروليك لوت سيل يبقى الوركينج فليود ايه لكود يعني زيت لما بقول نيوماتيك لوت سيل يبقى الوركينج فليود هوا تمام طيب لما باخدها على هيدروليك لوت سيل يبقى الوركينج فليود زيت لما باخدها على نيوماتيك لوت سيل يبقى الوركينج فليود هوا او غاز كلمة نيوماتيك ادجيكتف من غاز. ان الوركينج فلوود غاز. عادة ايغ. كلمة هيدروليك يبقى الوركينج فلوود زيت. قد يكون مين. ماشي. بس المقصود مين بيسأل. لا احنا لسه هنشرحهم واحدة واحدة. ده كان مقدمة بس. احنا لسه هنشرحهم واحدة واحدة. ده نموذج للميزان التقليدي الكفتين. كلنا عارفينه. طبعا بيعتمد عالجرافتي. خد بالك. ماشي? يعني ينبغي يكون ده رأسي تماما. ما يبقى شمال ليمين ولا شمال. وممكن تعايره بدلا ما يتزن كده لا يقرأ او كزا. في بقى حاجة اسمها الان ايكوال ارم. انه الفرص دي في الديستانس دي بتساوي الفرص دي في الديستانس دي. يعتمد على ان بتساوي صفر. طالما دي مسألة استاتيكة عادية. طالما ان انا وصلت لحالة اتزان. يبقى مجي هنا في المسافة دي. هتساوي مجي هنا في المسافة دي. طب انا لجأت للطريقة دي. ليه لجأت للطريقة دي? علشان ادى رئيس اوزان تقيلة. اوزان تقيلة. يعني مثلا اللي منكم مثلا بيروح قبل العيد الصغير يشتري خروف او يشتري عجل. هل البياع اللي عنده المزرعة بيحط العجل في كفة? ويحط في الكفة التانية حديد 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 عشان يعرف وزن العجل? هو بيلجأ في الاخر لطريقة اهيه. هو بالزبط بيعمل دي. هو بالزبط بيعمل دي. ماشي? بيحط العجل هنا. بيستعمل انه يحط ماس صغيرة جدا لناحية التانية. بس الماس التانية هتعمل مومنت كبير. تمام? هنا بقى احنا عاملين اه اه تلاتة ماسس. ده المراد قياسه. وفيه ماس هنا وفيه ماس تالتة هنا. هي نفس الفكرة في الاخر ان لازم يساوي صفر. في الاخر لازم يساوي صفر. طيب يبقى دي بس هتكلم على اللي فيها لان ده موضوع مهم. ده موضوع مهم لانه بيفرق بيتحول لفلوس بشكل مباشر. اول سيأتي من الماس بتاع الفرانس ويت. يعني انت لما تروح تشتري مثلا فاكهة او خضار وهو يقول لك يحط حتة حديدة اتنين كيلو. لو دي مش اتنين كيلو. يبقى خلاص هو كده اول حاجة. اول حاجة في الغش هي دي. انا مرة كنت ماشي في الطريق كده ولقيت واحد وقف في الشارع. وبوزن من عنده فما وزن ليش بقى بالحديدة دي. وزن لي بطوبة. خلاص? وزن لي بطوبة. فبقول له دي. قال لي دي كده تلاتة كيلو. قالوا دي كده تلاتة كيلو. قال لي تلاتة كيلو. ماشي? ما ما عندوش اصلا الاستاندرد ماس بتاعته. الحاجة التانية اللي ممكن تحصل. مش عايزين بقى كلام جانبي. انا بقول لكم حاجات تضحكوها علشان. نتجنب الكلام الجانبي ده كله. لو انت هتشتغل في الدهب. من ضمن الحاجات اللي هتحصل في وزن الدهب بسبب الثرمال اكسبانشن وكنتراكشن. ما هو انا في الاخير ده ميزان. طيب المفروض ان هو فيه حاجات تكون مع بعض. السخونة والبرودة هيبوزوا الالاين منت ده. ولو بشعره. يبقى ازا الترجمة لخطأ في القراءة. البو ينسي. مش انا لما بحط قطعة كده في الهوى. الهوى لو افترض ان احطيتها في المية. مش المية بتحط عليها فرصة لفوق. الفرصة دي قيمتها الفوليوم بتاع القطعة في اه الرو بتاعت الفوليوم في الجي. مش كده. في الرو في الجي. تمام. البو ينسي فورسي ديت هي وزن المية المزاحة بالجسم المغمور. يعني الرو بتاع المية في الفوليوم بتاعي في الجي. طيب. لو انا حطيتها في الهوى. نفس الافيكت حاصل. ما ده مصدر من مصادر الارو لازم تبقى حذر. الفريكشن برضو هيعمل افكت انه فاكرين الديت باند. انه في الديت باند في قرية معينة مفيش اوتوت لغاية ما اتخطاها. خلاص يعني الميزان هيقرى زيرو رغم ان انا حطيت عليه حاجة اعلى من الزيرو. صغيرة جدا. لو انت شغال في الالماظ لو انت شغال في الدهب الحاجات دي هتفرق. خد بالك. اه الكوندنسيشن بتاع الاتموسفيريك ووتر. يعني لو فيه اختلاف درجات الحرارة وشوية الدهب اللي بوزنهم في الكفة. اتكسف عليهم مية. يا فرحتي. انا كده بدفع فلوس في مية مش في دهب. خلاص? ممكن يكون متكسف عليهم نقطة مية صغيرة. بس نقطة المية دي وزنها كام? ماشي? اه كيميكا الرياكتيفتي بين الهوى والسبستنس. في كيميكا الرياكتيفتي ممكن تحصل بين الهوى والسبستنس دي تعمل نوع من التفاعل. الفيبريشن والايرجاست. راخر تلاقي دايما ميزان الدهب محطوط جوه. دايما. ودايما متاخر بعيد عن الهوى والباب. هو حطه في حتة كده على جنب. يقوم تيارات الهوى وفتحت الباب وقفلت الباب كل ده ما تقصرش عليه. ده ما بينفيش حقك انك انت قبل ما تدفع الفلوس تطلب انك تدخل جوه وتشوف الوزن بنفسك. دي مشكلة شائعة جدا عند بتوع الصغة. هو بيبقى حاطة الميزان بطريقة انت نفسك مش شايف الرقم. خلاص كل ده جميل ما قلناش حاجة. بس انا قبل ما اطلع الفلوس هادخوا لاقف جوه. واشوف الرقم. فيه ناس بتمشي خطوة اضافية. انه بيتفق معاه. هتبعت معانا مندوب من عندك. وناخد الحاجة دي تنوزنها عند محل تاني. احنا اللي حنحدد مين المحل التاني. بناخد الحاجة ومعانا المندوب. بنطلع بنوزنها عند محل اخر. ما بيبقاش عارف الميزان. واشترط طبعا ان المندوب ما يزبقنيش يقول له. ده الوزن كزا. خلاص? واشترط ان انا اخش جوه. اشوف بعناي برضو نفس الرقم على الميزان التاني. طيب. اشهر حاجة ممكن تحصل زيرو ايرو. ان هو من الاول يكون زابط الميزان على. لما يكون زيرو ما يقراش زيرو. يرقى على شوية. ماشي? اشهر حاجة ممكن تحصل في القصة دي طبعا زيرو ايرو. طيب. بعد كده بقى دي كانت الطرق القديمة التقليدية. اللي هي في الاخر ميزان زكافتين او ميزان بنعتمد على سيجمال مومت بيساوه صفر. هنا بقى دخلنا في الطرق الاحدث شوية. ان بقى اعمل دفليكشن. اول طريقة في الدفليكشن اني قانون هوك واحنا كلنا عارفينه. اوعى بس تحط. اه فورس تسبب بلاستيك ديفورميشن. طيب. هيدخل معي هنا. ممكن اغير الكي بتاع الاسبرينج جده. كل ما استعمل كي اعلى. رينج هيعلى. بس لو ممكن تقل. فكون حذر من هذه الامور. الريدنج مش هتكون صحيحة. مش هتكون صحيحة لو انت اخدت الميزان اللي في دفليكشن ده. وحطيته في اسنصير. وجوه الاسنصير فيه اكسليريشن او ديسليريشن. انت ممكن تجرب التجربة دي. لو عندك الميزان الحمامي اللي بنوزن عليه نبسينا في البيت. خده وحطه في الاسنصير. اوزن نفسك في البيت قبل ما تركب. وبعدين خده وحطه في الاسنصير. ودوس على الزرار في لحظة الاسنصير ما بيعمل اكسليريشن. انت واقف عليه وشوف حقيقة كاملة. وبعد شوية الاسنصير هعمل ديسليريشن. شوف تاني. هتلاحظ انه الارايتين مختلفتين عن الاراية اللي كانت استدي. ماشي? فاخد بالك كل ده. مش true الا لو مفيش اكسليريشن وديسليريشن. لازم الارض اللي انا حطت عليها الميزان تكون. مش هقول ثبتة بس ما فهاش اكسليريشن. خد بالك من الفرق من كلمة ثبتة وزيرو اكسليريشن هو قانون نيوتن. انه الفرص بتساوي ماس في اكسليريشن. يعني الفكرة ان الاكسليريشن تكون صفر. ومن هنا شفت علم الاستاتيكس اللي احنا درسناه. لو البادي ماشي بكونستانت فلوسيتي. هل دي ديناميكة او الاستاتيكة? دي استاتيكة على فكرة مش ديناميكة. دي استاتيكة. لانه طالما الاكسليريشن صفر يبقى سيجمال فرص صفر. خلص? هو انت تدخش ديناميكة لو ماشي باكسليريشن او ديستاليريشن طول ما هو ماشي بكونستانت فلوسيتي an akceleration صفر خلاص. رخر في المرحلة الاسنسير لو انت طالع دور مرتفع هيبقى في منطقة في مانطقة فيهود اكسليريشن وفي منطقة فيه وفي منطقة فيها ديستاليريشن. منطقة الاستيدي هارا صح. يعني ايه هو يعني الفلوسيتي مع الزمن يعني الأكسليريشن صفر دخلت بعد كده قلت طب ما أنا بدل ما أجيب سبرينج ما أنا أجيب سترين جيتش وإحنا تكلمنا على سترين جيتش في الآخر تكلمنا عليه لما أجيبنا سيرة الريزيستف ترونسيديوسر في الآخر هي المقاومة بتساوي روف القل على الارية فبالتالي هيحصل إن اللينس يزيد والارية تقل بس أنا عارف كمان إن المقاومة فانكشن في درجة الحرارة في إما هستعمله في جو مكيف ودرجة حرارة محكومة يا إما هحط أكثر من سترين جيتش عشان أعمل حاجة اسمها تنبريتشار كمبانسيشن ماشي إذن الابلايت فورس هتعمل ديفورميشن الديفورميشن هيغير اللينس والارية بتاع السترين جيتش مقاومته هتتغير باخده طبعا على ويتستون بريدش الأوتموك بتاع البريدش هيتغير برضو لازم أكون جول الالاستي كرينش هستعمل كاليبريشن حاجات كتيرة من دهية عايزة كاليبريشن في حاجة اسمها شنط كاليبريتور في الديفورميشن دي بيبعوه لك يعني ايه شنط كاليبريتور يقول لك بص مش انت عندك البيتستون بريدش شيل السترين جيتش خالص وحط المقاومة دي هو الوقتي لو أنا جاي بوزن معلوم الوزن المعلوم ايه دوره انه هيعمل تغير معلوم في اللينس والارية هيخلي المقاومة تاخد قيمة معينة طب ماذا لما بيعلك الأوزان ديت في علبة أنا هتديك مقاومات بدلها فهمت يا دي اسمعها شنط كاليبريتور تفك السترين جيتش وتحط الكاليبريتور ده وشكرا انت كده كأنك حطيت وزن معلوم بعد كده عايت عايل عند نقطة تانية هتشيل ده وتحط الكاليبريتور تاني ماشي بنسميها شنط ريزيستور كلمة شنط يعني ركبة باراليل ده معناها في الكهرباء انا بيقول لك شنط يعني ركبة باراليل تمام المقصود في الآخر ان أنا حاجة على الويتستون بريتش بدل ما اضع أوزان شفت انت مثلا في تجربة الديت وين تستر ما انت عادت تضع أوزان انا هنا بقى هتديك المقاومات وخلاص خلي المقاومات دي معاك في مكان امين حافظ عليها وحطها بس طبعا عند تانية معلومة مزبوط مزبوط البشمهندس عبد الرحمن سرحان بيقول لنا كده عايرت دايرة السيجنال كونديشنينج معايلتش الترانس ديورس دا صحيح معايلتش الجيتش نفسه انا كده عايرت الجين بتاع الامبليفاير والفلتر والكلام دا مزبوط مزبوط الالفدتي احنا برضو تكلمنا عنه تمام برضو هقدر الالفدتي والسرين جيتش الحاجات دي اصلا بتقيس ديس بليسمنت اصلا مفيش مشكلة انا هخلي الفورس تخلق ديس بليسمنت تعمل دفليكشن الدفليكشن ده هو نوع من الديس بليسمنت هقيسه بيه كباستر ترونسيديوسر او بيه او بسترين جيتش او حتى بيه البوتونشومتر فاكرين البوتونشومتر لوكا رزيستي في ترونسيديوسر حاجة كده بتتحرك على مقاومة فلما بتطلع وتنزل القيمة الفعالة للمقاومة بتتغير كل ده اني بحول الياس الفورس الى اياس بس الفكرة كلها انه ما تخرجش بره الالاستيك رينج تمام هي نفس الفكرة برضو بتحط انت اللود بيبقى فيه سوستة هنا بيتحمل عليها الحمر هتعمل هتعمل وفيه هنا راح يقرأ الديفليكشن دي كامل وبيبقى فيه بيقول لي انه لما يكون لما يكون فرصة كذا هيعمل الديفليكشن كذا فرصة كذا هيعمل الديفليكشن كذا فبردو لازم جوه الالاستيك رينج طيب بعد كده ما انا عندي الديفليكشن نفس الحكاية ممكن برضو انه روح ثابت ويروح يتحرك ومنها اقدر اعرف التغير في الديفليكشن استعمله كمؤشر على الديفليكشن ومنه اطلع الفرصة خبالك انت لازم تكون شاطر في السترينس علشان تعرف تربط بين الفرصة والديفليكشن الحزبة دي حزبة اصلا وحزبة وكده عشان لما يحصل الديفليكشن دي يبقى عندي الفرصة برضو ممكن احولها لتشارج طرح ما قلت تشارج يبقى انا بتاعي الفرصة جاية هتطلع تشارج بس اخد بالك ان الكلام ده ديناميك مش استاتيك يعني الفرصة دي لازم تكون متغيرة مع الزمن مش ثابتة لو ثابتة خلاص هيقرأ صفر لا الكباستنس عادي لا الكباستنس مش مشكلة سواء استيدي او مش استيدي اللي اتنين شغالين الوحيد اللي له خاصية انه ديناميك هو بس البيزوالكتريك ترونسيديوسر فقط بعد كده ممكن اعمل استعمل قانون باسكال اني بحول الفرصة الى تغير في البريشر طب ما هو قانون باسكال قال لي انه الضغط هنا كله متساوي الضغط في المنطقة دي كلها متساوي يبقى الفرصة على الاريا دي بتساوي الفرصة على الاريا دي يبقى انا هنا حاجيب قانون فرص دي موجودة في البنزينة لما بيرفع العربية علشان يغسلها من تحت هو ازاي او الكوريك انت او انت بترفع العربية بالكوريك عشان تغير العجلة ازاي طفل يقدر يرفع العربية دي ازاي ده طفل صغير يحرك الكوريك هو خنون باسكال خنون باسكال اني بقول الفرصة على الاريا دي بتسوي الفرصة على الاريا دي تمام؟ فبينشأ من كده اني عمال احرك في الكوريك مسافة طويلة علشان ارفع العربية حتة صغيرة جميل بس تعملت المسألة دي لو الوركينج فليود بقول عليه هيدراليك لو الوركينج فليود غاز او هوا بقول عليه نيوماتيك فاذا التغير في البرشار متناسب مع الابلايت فورس برضو لازم يكون في الجوة الالاستيك رينج بقى اعمل كاليبريشن برضو علشان بس اضمن ان انا ايس الاريا الصح انت في الحال مش محتاج كاليبريشن خد بالك لانه قانون باسكالي مش محتاج كاليبريشن هي الفرصة على الاريا بتسوي الفرصة على الاريا بس احيانا بيبقى في حتة الاريا اياسات الاريا وهكذا برضو يكون ما يبقاش في اي ميل مميزات الكلام ده انك هربت من قصة الكهرباء خالص يعني لو بتقيس مثلا في اجواء مليانة برق وراعد لو روحت مثلا اشتغلت في دولة مليانة مطر وبرق وراعد والسماء عمالة صواعق وبرق وراعد ليله ونهار اي وسيلة كهربية مليانة ايرور بسبب البرق وراعد دوت والالكتروماجنيتك راديشن اللي في كل حتة الكلام ده ما فيهوش الخصة دي خالص انت هربت من المسار ده ده هي التيبيكال اكيوريسي بتاعتهم الهايدروليك اقل ثم النيوماتيك ثم السترينجيج ثم الكاباسيتيف ده التيبيكال في المجال ده ايه اه ما انت اقل باشوهندس بيقولي الاسئلة هتيجي ازاي بص اول يعني الاجابة المختصرة والاجابة الطويلة الانسر ان انت شفت الميت ترم الانسر انه ممكن اقول لك ارسي مسكتش احاول ده المسألة احاول فاهمك ده المسألة تمام يعني لو انت فاهم انه الاسبرينج بيحصل عليه دفليكشن اديك الكيب بتاع الاسبرينج اقولك ادي الاسبرينج الكيب بتاعته بكذا ومتديك بقى الاكس طلع الفرص ما تجيش بقى تقولي قانون هوك ان نقف بسيوك اكس او اقول لك اسكتش حاجة او اجيبها لك في شكل صح وغلط اقولك ينفع ان انا اقيس بالبيزوالكتريك او لا لا تمام ارجع لي الميت ترم وانت تعرف ادي نموذج لمسألة برضو بقولك هنا الفرص اللي بتاكسليرات الماس دي قد ايه ايه هي الماس لو الويت 130 نيوتن اسئلة يعني بسيطة خالص التورك ميجورمنت بقى كده خلصنا الفرص هنتكلم على التورك ثم نتكلم على الباور التورك ميجورمنت التورك مسألة التورك انت عارف يعني ايه تورك يعني مومنت بيدور حاجة بيروتيت حاجة زي المومنت اللي بيفتح الباب مثلا لو الباب له مفصلة اه التورك هو ار كروس اف هو الكروس برودكت بين تو فيكتورز الار والاف ماشي؟ التورك هو الكروس برودكت بين البوزيشن فيكتور والفرص فيكتور ممكن بقى هنا هعمل ايه؟ حقيس الفرص في حتة وانا عارف الديستانس اقوم مين هجيب التورك يعني انا بستعمل ار كروس اف عارف البرزيشن بتاع النقطة اللي انا حقيس عندها الفرص فالار معلوم لاني عارف النقطة تي فين؟ يعني مثلا هو افترد بيدور حولين دي فانا واقف هنا حقيس الفرص هنا لو قس الفرص هنا اضرابها في الدستانس دي يبقى دي التورك اهي هو التورك في الريديوس ده لو انا عارف الريديوس هو القس الفرص هنا منها جبت التورك طيب نتكلم coordin التورك على الال tau ما هي معادلة اساسية انة 34 هي طورك في اوميجا مش عارف سلم toward بعد كده لا البریک باور هي طورك في اوميجا عيصا الاميجا هي اتنين باي انا على ستين الاوميجا اسمها الانجوما الانجولر و الانجولار هي تنين باي انا علىen اتنين باي انا علىen ستين الان هي الار بي ام الان هي التنين يعطي الالقاء كما لفة في الدقيقه زي اللي موجود في طابلول العربية بيقول لك عمود الكرانك دلوقتي بيعمل 2000 لفة في دقيقة تحولهم لأوميجا من خلال إن نقول كل لفة هي 2π مش كل لفة بتماظر في الريديان 2π طيب أنا عندي N اللي هي كام لفة في دقيقة سمتعها لستين بقت كام لفة في الثانية ضربتها في 2π بقت أنجولار فريقونسي بالريديان بقت وحداتها ايه الأوميجا وحداتها ايه؟ ريديان برسكند ريديان برسكند جميل البريك باور بقا هي التورك في الأوميجا هي التورك في الأوميجا حيثه الأوميجا هي اتنين با Orn على ستين والتورك هيتقاس فبالتالي البريك باور عشان اعرفها لازم اجيب التورك والربيان هتقابل بقا في الرابعة أنه بيبقى عندي اسمها ديناموميتر الديناموميتر تي ديوايز رقيعة جدا بجيب المحركалось بالمركبر المشكلة هي المشكلة أنه أنا في الشارع المحرك العربية بيطلع باور والباور اللي بتطلع بتستهلك فعليا في مقاومة الدراج والتغلب على الفريكشن مش كده طب ازاي باقسة في المعمل في المعمل انا حيبقى عندي المحرك هحط بنزين هيحصل احتراق هتتكون باور لو ما كنتش هتديسيبيت الباور دي تستهلكها الفريكشن هزيد جدا الار بي ام هتعلق 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 علشان تستهلك تكله في الفريكشن ما هو المحرك مش عارف يطلع يجري زي في الشارع مش عارف يحرك حاجة انت حبسه في المعمل فلو ما كنتش هتديسيبيت الباور اللي طالع الار بي ام هتزيد جدا 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 عشان تستهلك كلها كفريكشن لتجنب ان الكارسة دي تحصل ما لو الار بي ام عالية قوي 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 كل حاجة هتتفكر من بعضها بقى حيبوص فلازم وانت بالدزين التجربة وانت بتبني الماكنة تعمل في الاعتبار انه هيكون في حاجة اسمها داينامومتر يديسيبيت الباور اللي طالعه انتفقنا؟ يديسيبيت الباور اللي طالعه طيب فبالتالي الدينامومتر هو اللي بيعمل القصة دي بيعملها ازاي؟ اني بيحط على الماكنة هنشوف بعد شوية خلاص؟ وفي نفس الوقت الماكنة بتدور حقيس هنا الار بي ام دي وحقيس التورك يبقى التورك في الامجا هو البريك باور طيب نسأل بقى سؤال لو الار بي ام بصفر يبقى البريك باور بكم؟ بصفر لو الار بي ام بصفر يبقى البريك باور بصفر لو الار بي ام بصفر هل ضروري التورك بصفر؟ لا ممكن الماكنة تكون الار بي ام بصفر وفيه تورك لكن لو الار بي ام بصفر حيكون البريك باور بصفر فالطوركي اكسست حتى لو مافيش روتيشة. البريك باور صفر له. والأر بي эم بصفر. التوركي بقى بيتغير مع البريك باور مع السبيد. هو العنوان الصحيح توركي فيرسيس أر بي ام. العنوان الصحيح توركي فيرسيس الأر بي ام. بص. كل مكناة لما تفتح المانوال بتاعها هتلاقي التوركي مع السبيد. هتلاقي التوركي مع السبيد. ماشي. تي اس دياجرام تي اس دياجرام ده مش تامبيرتشر انتروبي ده تورك سبيد مش تامبيرتشر انتروبي اللي هو تطبيقها العملي عندنا هنا توري ده للطالب يقولك ده تامبيرتشر انتروبي دياجرام لا ده التورك سبيد دياجرام وده كل محرك ولودا جرام بتاعه. عند ار بي ام معينة. عند ار بي ام معينة بيطلع اعلى تورك. وده السبب اللي بخلي فيه الفتيس واحد اتنين تلاتة اربعة. وفيه قال له واحد والا اتنين. لما تحب تاخد مطلع صعب شوية. يفترض تاخده على واحد. لو واحد مش نافع بتجيب قال واحد والا اتنين. هو عمل يعمل ايه? ينزل في عشان يعلي في بس اخد بالك في ار بي ام معينة عندها احسن تورك. البريك باور بقى يحصل ضرب الاتنين. فالماكس مهنة غير المكس مهنة. البيك عارفين يعني ايه كلمة بيك? بيك يعني ما قولك يعني بتاع التورك بيحصل عند ار بي ام معينة. المكس مهنة بتاع الباور عادة بيحصل عند ار بي ام اعلى. لان البريك باور هي التورك في الاتنين باي ان على ستين. تمام. فده الدياجرام اللي بيوري. العلمي للمعايرة ايه? يعني ايه كاليبريشن? يعني بجيب حاجة معلومة منها اعرف الحاجة المجهولة. المعهد القوي لقياس المعايرة تقدر تاخد عندك لو انت عندك في الشغل. توده لهم يعيروه. يعني ايه عيروه? يديك تشارت. يقولك لما هو يقرى خمسة تكون الحقيقة كزا. لما هو يقرى سنت تكون الحقيقة كزا. المعهد القوي لقياس المعايرة ممكن يبقى عندك. اه تشتير انت كاليبريتور. تشتير انت ممكن بعضكم يتخرج يعمل معمل المعايرة. خاص. تجيب معامل اخرى تعير عندك. بس علشان القصة دي تنجح. لازم تاخد الدفايس بتاعتك دي. ايه للمعهد القوي لقياس المعايرة? حيمتحنك. يعني ايه حيمتحنك? هو عنده قيمة معينة. وعارف بتاعتها. تصور بقى. وعارف بتاعتها. هيعمل ايه? همش هيقولك عليها. تعال انت ايسها. وطلع القيمة دي. اذا طلعت القيمة اللي انت ايسها. وزين اللي هو عارفه. يبقى كده بقى مصرح ليك. ده تصريح انك تستعمل الدفايس دي. فانك تعاير للشركات. التصريح ده بيشمل اسم المهندس اللي مصرح له يعمل كده. يعني انت معاك الدفايس. ولياكو. بتطلع مهندس. المهندس هو العمل الاختبار هو ده اللي مصرح ليه يعمل القصة دي بعد كده في المعمل عندك. فالمهندس اللي انت بتبعته بالدفايس بيمتحن في المعادة القومي اللي قاسه المعايرة امتحان عملي. فعلي. ادي الانون فاليو. اتفضل اسها. بطريتك انت. بمهندسك انت. بحساباتك انت. وتطلع له تقرير في الاخر. شبه اللي انت بتعملوه عندنا في المعامل. طلعت القيمة صح. اصبح مصرح ليك ان هذا المهندس يستعمل هذا الجهاز. فانه يعاير للاخرين. طلعتها غلط يبقى هتدفع الرسوم. وتمشي. وتيجي تمتحن تاني. طيب. نكمل. فاذا ده التورك مع مع السبيد ودي الباور مع السبيد. ده نموذك مسلا العربيات معينة. من دي ادي الكيرف بتاع الباور اهو ادي الكيرف بتاع التورك. طب الكيرف ده افضل ولا ده افضل في تصورك كتورك. مين افضل. لا انا بحب اللي تحت. عارف ليه? شوية. شايف دي? انا بحب يبقى فيه حتة كده. معناها ايه الفلات دي? معناها ان انا اشتغلت قليلة او كبيرة. التورك نوعا ما سابت معايا. لكن لو انا هنا مجرد ما اتحركت التورك ايه? قال لي جامد احنا مش بنحب كده قوي. احنا بنحب يبقى نوعا ما فلات. طيب اياس التورك بقى عندي حاجتين. يا بقيس تورك على ديفيس سابتة. يا بقيس تورك على ديفيس بتدور. ديفيس بتدور زي كل المحركات بتاعتنا. سبارك ايجنيشن كومبريشن ايجنيشن. اه هتشوف ربعة بازن الله عندنا فرانسيس تيربين عندنا بيلتون تيربين. الاربعة ديفيس دول بيدوروا. صح? يعني في الاخر عندك عمود كرانك في محرك بنزين او شافت في فرانسيس تيربين او بيلتون تيربين او سنتريفيكال بمب. عندنا الخمس تجارب دول. الخمسة ده ورانيين. فانت هنا عايز تقيس التورك على حاجة بالدور. ده بيكون اصعب مما تقيس التورك على حاجة سابتة. اه فاذا عندي ري اكشن توركي متر ده اللي بقيس الستيشنالي توركي. بنقول عليه استيشنالي توركي او ستاتيك توركي او نون روتيشنال توركي. بيتاسبق حاجة اسمها ري اكشن توركي متر. او بقيس الروتيشنال تورك. اللي بنقول عليه دايناميك تورك. بنقول بقى الروتاري تورك. ماشي? يبقى ايام التورك ده على عمود بيدور. بيبقى اسمه روتاري تورك. او على شيء ساكن مش بيدور بنقول عليه الري اكشن تورك. فبالنسبة لي لو ري اكشن سنسور يعني بقيس ري اكشن تورك. يبقى هو ده بيكون اقل تعقيدا واقل في السعر. يعني ببساطة رأيس الفورس في حتة. و انا عارف الحتة دي تبقى عن محور الدوران. قد ايه? يبقى اتحولت من اياس توركي ل اياس تورك. واياس الفورس نفسه وتحولت من اياس تورك ل اياس تلفلشن. واياس نفسه قبل كده. لو انا كباستور يبقى بقيس الفولت اللي الخارج من الدايرة. لو انا اندكتور بقيس الفرق بين السنسور ده والسنسور ده بالLVDT. لو انا يبقى بقيس الفولت برضو اللي في الدايرة زي ما انتشايف انا عمل احول من حاجة لحاجة 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 وصولها لحاجة تكون بسيطة وبعرف اعملها الديناميك تورك بقى الديناميك تورك هو ترانسفير افصام افكت فرام الشافت بينج ميجرد وستاتيك سيستم لازم الشافت اللي بيدور ده يأثر على حاجة سكنة والحاجة السكنة يحصل فيها دفليكشن حقيس الدفليكشن ومنها حرف الديناميك تورك ده قد ايه يبقى لو انا بقيس استاتيك تورك بحط السنسور وبقيس فورس في حتة لو بقيس ديناميك تورك حلق الافكت على حاجة سكنة الحاجة السكنة هيحصلها دفليكشن حقيس الدفليكشن طيب ادي المنظر اهو ادي المنظر اهو عندي هنا الرياكشن تورك ده عندي المطور اللي بيدور الحاجة وعندي هنا كلاتش او بريك بص بقى حامل ايه عندي اتنين مونتنج فلانش عندي اتنين فلانش وان فيس فكسد لريجد والاثر الروتيتنج شاك الروتيشن هيجنريت شير فورس بين الفلانش الشير فورس دي هحسها بيه طيب شايفين الفلانشتين دول شايفين الفلانشتين دول يبقى ايزا ده تورك ميتر راكشن تورك ميتر يعني يعني ستاتيك ولا ديناميك يعني ستاتيك يبقى ايزا هنا مركب حاجة ستاتيك عمل الديفليكشن عمل الديفليكشن است الديفليكشن او ادي المنظر او بقى اين قوي هنا شايفين ادي الفلانشة هي الحتة الفلانشة هي ناحية اتعرضت للشيء اللي عايزي لفها عايزي يعوجها فحصل انبعاج شايفين كان كده بقى كده منها هقدر احسب تورك يقدي زي ما انت شايف كل ده يستدعي انك يكون عندك معلومات فيه والاستراكشور والاستيسيتي وهكذا يعني فيه سوفتويرز رائعة طبعا النهاردة بتعمل الكلام ده زي الانسس والكامسول وهكذا ماشي بمناسبة السوفتويرز مهمة تتعلمه المثلاب مهمة تتعلمه الانسس يعني ما تخرجش الهاب عشان اللي هي ترانسفر وكده عشان التكييف التبريد خلاص انا لو عايز رأيي اتعلم الانسس ده رقم واحد الهاب الانسس والهاب خلاص ده الرقم واحد اتعلم كمان المثلاب مهمة جدا اتعلم الانس انت ربما ما سمعتوش الاسم ده بل كده بس الانس هو مستن فيه مالتي فيزيكس يعني ايه مالتي فيزيكس هو اسمه كومسول مالتي فيزيكس يعني ايه يعني نفس المسألة ممكن يكون فيها هي الترانسفر واكوستيكس وكهربا وماجنتيزم وفليود انت بقى بيحللك كل دول مع بعض ماشي يعني مثلا انا في رابعة دلوقتي اعمل مشروع التخرج بنعمل عزل حراري وصوتي يعني ايه ما هو العزل الحراري الطبيعي انت بس انا بشيحب اتعمل بيسيف مش اكتف انا كل شغلي حتى في الريسيرش بتاعي بحيب اتعمل بيسيف يعني ايه بيسيف حاجات تكون صديقة للبيئة وموفرة للطاقة يعني مثلا انا عملت رسالة اشرفت على رسالة ماشتر قبل كده انه نكيف المكان لخلي درجة الحراري معقولة بالناتورال بالناتورال بحيب اشتغل بيسيف بيسيف يعني بدون ما نصرف كهربا لا 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 اديك مثال عندك اخر دور في قبلي وبحري في قبلي وبحري ايه دي الشقق البحر اهي وادي الشقق القبلي اهي والهوى جاي من البحري الاتنين سقفهم على نفس الارتفاع صح فالبحري واخد الهوى كله والابني والقبلي بيغني ظلمون مش لقى نقطة هوا الرسالة دي كانت انه نعلي سقف القبلي بنص متر خلاص في الحالة دي الشقق القبلي هتبقى مرغوبة عن البحري هيجي لها شمس كويس جدا من الجيهة القبلية وهيجي لها هوا اكثر من رائع من الجيهة البحرية ومقز الناشر البحري في حاجة علينا بس سقف القبلي شوية بنص متر ونخلي النص متر ده مليان شبابيك ودرسنا بقى الاريا والانجل ومثل هذي الامور القصة دي ده الشغل اللي انا بحب اعمله لانه انت لو هتدفع فاتورة مفيش كهربا مفيش حرق كربون مفيش في اول خلاص حتى لو انت اصبحت محتاج تكييف احتياجك للتكييف بقى محدود طيب الكمسول بعمل به ايه بقى بقى اقول لك طب انت عندك لعزل الحراري عايز تحس يعني ايه عزل حراري خش الجوامع القديمة مهما كان الجو حر الجو جوا كويس ماشي هو عمل ايه استعمل اولا استعمل وعنده القبه القبه بتعمل ايه القبه بتخلي ان الشمس باستمرار خبطة في جهة منها فالجهة دي سخنة الجهة التانية مش سخنة اختلاف درجات الحرارة عمل طيار هوى طبيعي جوه القبه الطيار ده كأنه مروحة شغالة في المكان ماشي مع السقف المرتفع مع الحجارة التخينة جميل اللي انا بقى جيت زبوته انه طب ماشي تعال في الشغل العادية نعمل طرق تحقق البيسيف ثيرمال كومفورت وكمان الاكوستيك ثيرمال كومفورت يعني ايه اكوستيك يعني يعزل الصوت كمان هنجيب طرق بهدف نعزل ده ونعزل ده بيعيز في الاخير انت قاعد حتى لو احتاجت تكييف احتياجك للتكييف اقال انا بحكي بالقصة دي ليه لانه عشان تدرس على نفس المسألة ثيرمال واكوستيك محتاج سوفتوير يسمح بكده السوفتوير اللي يسمح بكده هو هو الكومسول الكومسول اسمه كومسول مالتي فيزيك بيقدر يدرس الحاجتين على نفس الدومين والباوندريز اللي انت بتحدده له بس هتحوز تدخل باوندري كونديشن لدي وباوندري كونديشن لدي طيب اذا ده بيبقى عندي برضو والاسترين جيجز واصلة على دي ما فيهاش جديد بعد كده بقى عشان ايس البريك باور نتفق بس يعني الحصان هو 735 واط فيه تعريف تاني 746 حسب انجليزيا او فرانساوي الواط طبعا احنا عارفين جول برسكند مهم جدا تبقى عارف قسمنا ده على الأخص الفرق من الانرجي والباور انا هقف بس واشرح الفرق ده انتم مفروض تكونوا كلكم عارفينه بس فيه فرق من الانرجي والباور الانرجي دي جول والباور دي واط الانرجي يعني انرجي يعني لو انا عندي طن رمل في الدور الارضي هطلعهم للدور العاشر الدور العاشر يعني 30 متر الانرجي المطلوبة باهمال الفريكشن هي م جي اتش يبقى الام دي هي الطن في الجي في الاتش اللي هي 30 متر دي الانرجي طيب لو انا جبت لو انا طلعته في ثانية افترض الانرجي دي مثلا طلعت اكس جول لو انا طلعته في ثانية يبقى عايز مطور الباور بتاعته اكس واط طيب لو طلعته في 10 ثواني يبقى عايز مطور الباور بتاعته اكس على 10 واط فاهمين الفرق بين الباور والانرجي لو انت فاهم ده تفهم الفرق بين المكوى المتين واط والمكوى الاتنين كيلو واط المكوى الاتنين كيلو واط بتعمل ايه بتضخ باور ولا انرجي اعلى باور اعلى طالما واط يبقى باور بتضخ باور اعلى تمام لان انت عشان تكوي بسرعة وكويس لازم الباور اللي جايه كتسخين تبقى اعلى من التبريد اللي حواليك بشكل يعمل تراكم جوا النسيج اللي انت عايز تسخنه طيب لو استعملت حاجة 200 واط برضو هتكوي بس هتاخد وقت اطول لانك محتاج تعدي عليها كزا مرة لغاية ما توصل لنفس طيب فاهمين الفرق بين الانرجي والباور هنا بقى بتكلم على اياس البريك باور هنا هتكلم على اياس البريك باور فهنتكلم على الدينامومتر الدينامومتر خد بالك بيقيس عند الكونديشنز معينة دي اقول حاجة عايز اقوزها عايز اقولها وانت بتتعامل مع المكنة ايه عرف الباور دي تقاسد عند اني كونديشنز لانه من اخطر ما يمكن انك تقيس عند امبيان في يوم برد فيرسس يوم سخط لو جو برد زي النهاردة الامبيان تامبريتشنز منخفضة هيخلي الدينامومتر بتاعة الهوى عالية نفس الفوليوم بتاع الستروك فوليوم بتاع الانجين هيتعبى ماس اكبر هيتسحب عليه فيول اكتر لنفس الكفاءة هيطلع باور اعلى هنيجي فيهم حر الديرسي قليلة نتيجة ان الديرسي قليلة الستروك فوليوم تسحب فيه ماس اقل تسحب عليه فيه الاقل طلع باور اقل فلما تقيس الباور اول حاجة لازم تكتبها الكونديشنز وإلا هذا القياس لا قيمة له اطلاقا ماشي لازم تقول لي الكونديشنز الاخطر منها وانت بتشتري اوعى تروح تجيب انت في قسم ميكانيكا قوة يعني شغال كلها مع مكينات بتطلع باور او بتكونسيوم باور اوعى تروح تشتري لي مكنا من بلد بالغة البرودة وهو موصف الداتا عند خمسة دي جريس انتيجريد تيجي تشغالها في مصر ما شاء الله في يوم يكون في عز الصيف خمسة وربعين هتلاقي لا هتشتغل بس هتلاقي الباور اللي طالها اقل المشكلة ايه المشكلة ان انت اشتريتها وتكتشف في الاخر ان هي مش شايلة اللود الطبيعي يعني المكنا دي كانت مثلا وكان مفروض تنتي باور قد كده هتخش على الشبكة انا كده الشبكة مش واخد الباور اللي انا وعدت ان انا حديها انا كده اخد بالك ممكن تسجن فيها فاهم? ممكن تدخل السجن لقدر الله لانك انت استوريت معدة ومضيت ان هي مطابقة وطلعت مش مطابقة ايه اللي خلاها مش مطابقة الامبينت كونديشنز مختلفة احذر 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 من الامبينت كونديشنز اللي احنا واخدنا في الباك جراوند على انها حاجة كده هايفا بنحل بيها المسألة لا ممكن تخش السجن لانه هتقول ان هي هتطلع على الباور دي وهي في الحقيقة مش هتطلع على الباور دي وفي الاخر الراجل اللي وردها لك ما عنهوش اي عيب ولا اي مسئولية لانه هو كتب ان دي عند كزا عند خمسة ديجريس انتجريت يا فرحيتي طيب انا عندي خمسة اربعين هعمل اي بقى طيب فاذا اول حاجة مسألة لازم لازم اوصف مع ار بي ام مختلفة يعني وانا بقى اطلع الكيرف بتاع البريك باور بحب ايه اوصف عند كزا ار بي ام نعملها ازاي في المعمل يا اما في المعمل انت بيبع عندك الانجين اهو عليه لود من الديناموميتر وعليه يتثبت اللود وتعلل في اول اللي داخل الار بي ام حتطلع يتثبت الفي اول اللي داخل وتغير اللود لو قللنا اللود برضو الار بي ام حتطلع بس احذر تطلع لمرحلة برا برا يبقى اول حاجة عايز اقولها لك انت بتختبر خد بالك من الامبيانت كونديشنز الحاجة التانية اعرف الرينج الطبيعي اللي انا بختبر عنده لو تخطيت الرينج ابقى بواسط المكنة اثناء الاختبار فاحذر من الجزئية دي طيب الديناموميتر بقى لازم يحقق اربع حاجات دول لازم يسمح لي اتحكم في التورق واقيس التورق ولازم يسمح لي اتحكم في الار بي ام واقيس الار بي ام ولازم بس انا بقى اسهب التقوميتر او بقى اسهب هنشوف الوقت بتتأسس ازاي ولازم يسمح لي اتحكم الباور اللي طالع يبقى اذا الديناموميتر هي اخر حاجة على النقاشة ثم ايهاس الار بي ام يبقى الديناموميتر لازم احط تورق واتحكم فيه واعرف قيمته وبذلك يسمح لي اكتش لازم انت في الاخر بتقيس عند طالما يعني الار بي ام ثابتة عمرها ما هتثبت الا لو الباور اللي دخل قد الباور اللي خارج اللي دخل اعلى الار بي ام هترنها طالعة تطلع 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 لغاية الفريكشن ما هي على تدرجة يثبت اللي يخلي اللي دخل قد اللي خارج فانت كده حاجيلك فانت كده معرض نفسك انك تعلي الار بيم لدرجة باوز المكناة ايو اللي اقصده اه الباش مهندس بيقول لي طب ما انا المكناة دي شريحة علشان تديني باور مظبوط لو انا محطوطة في محطة الكهرباء وهي جاز تيربن بتورد باور للشبكة ما قلناش حاجة بس انا جايبها في المعمل باختبارها انا فين والشبكة فين فاهم الفكرة واضحة النقطة دي وانا باختبر المكناة في المعمل ما هياش الانجين ده مش راكب في اوتوبيس مش راكب في عربية الديسيبيشن الطبيعي في الاوتوبيس او العربية الملاكي او الاجرى او النقل الديسيبيشن الطبيعي ان فيه دراج مع الهوى وفيه فريكشن مع الارض وفيه الديسيبيشن هي ماشية مش كده عملة تحرق بنزين والباور دي بتستهلك في المعمل ما فيش حد راكب وما فيش فريكشن مع الارض وما فيش دراج مع الهوى بنفس الطريقة العربية النقل الكبيرة الدراج على السيرفس ايريا كلها لكن الدراج في المعمل هو الشفت ده بيدور السيرفس ايريا بتاع الشفت تقلم ملايين المرات من بتاع العربية وما فيش فريكشن يسكر مع الارض فيه فريكشن مع البيرنج بس بيش زي الفريكشن اللي مع الارض العربية النقل شايل الحمولة وطالع مطلع فبيديسبيت عليه او نازل منزل قدائس الفرامل فبرضه بيديسبيت في الفرامل كل ده مش عندي في المعمل فلابد اوجد طريقة اسيميوليت بسيميوليت في المعمل من خلال ان الدينامومتر يديسبيت فحتلاقي المية اللي في الدينامومتر بتسخن هتلاقي المية اللي في الدينامومتر بتسخن نشرح بقى الدينامومتر الدينامومتر بشكل عام حقسيم ونصين ابسوربشن او درايفنج أبسوربشن يعني أنا عندي مكانة قدت لها بنزين وهي طلعت باور وهو هيأبزورب الباور دي فحيكون في مية والمية تسخن بالديسوبيشن بنحولها الهيد في الآخر بطرق مختلفة أشهرهم اللي عندنا في المعمل هو الهيدروليك داينمومتر هيبقى فيه مية والمية تسخن فيه درايفنج داينمومتر لو أنا بختبر مطور كهربا لو أنا بختبر مطور كهربا أو بختبر سنتريفجال بومب ما البومب مش هتديني باور دي هتديني هيد تديني ضغط للمية لما بقول هيد دي يعني بريشور انت فاهم الفرق بينهم رو جي ففي الحالة دي لازم درايفنج داينمومتر يعني ايه درايفنج داينمومتر حاجة بقى تدورها ماشي هو بيدورها علشان خاطر هي محتاجة سورس الدور بيه البروني بريك دا قديم قوي حقوله هو بيعتمد على المنظر اللي انت شايفه دا انه في الاخير يعني خلاص الاحتكاك الجاف بس دا الباور بتاعته محدودة جدا الشائع دلوقتي هو الهايدروليك داينمومتر دا موجود منه في معامل الحرارة هتلاقي المنظر دا في كيسنج وده اللي بيدور وهنا في النص فيه مية هيحصل ان المية دي تسخن الاديس دي الكنيديك انرجي دي عمالة تسخن المية فالمية هتسخن فتمت عملية الحاجة التانية الكيس نفسها هتميل حتة هذا الميل فيه بتربطه هتلاقي مكتوب عليه يعني هو عيره كلمة يعني انت ممكنش تثبيتها بالقرب والقلب لا هو فيها هو جابه في المصنع والدهولة الميل دا حصل نتيجة انه البتاعة دا بيدور ماشي فنقل الكيينيتك انرشي بتاعته دي الى الشيء السابت والشيء السابت متسابت بطارية تسمح له يدور تسمح له يحصل نوع من الديفليكشن ماشي نوع من الديفليكشن اخر حاجة ادي الهايدروليك دينامومتر رسمة تانية لي ادي رسمة تانية لي دا بيدور وده سابت وفيه مية وفيه تورك ميتر بقى بيقرأ التورك اللي حصل على الكيس ستابتا جاب الديفليكشن اخر حاجة عايز اكلمكم عليها حسيب كنتو تقروا دا الديكاران دينامومتر موجود برضو عندنا فمعمل الفليوت الدور الارضي ما يبنع مارا موجود برضو بيقيس في الفرانسيس تيربين والبيلتون تيربين اياس الار بي ام هنسكت ولا حسيب كنتو تقروه طيب اياس الار بي ام بشكل عام اما تاكوميتر هيخش يحصل نوع من التلامس مع المكنة حسيب كنتو تقروها او ما انتم مش رايزين تسكتو او برضو الليد ديت حسيب كنتو تقروها الوحيدة اللي حشرحها الاستروبوسكوب حسيب كنتو تقروها ترى ما بتتكلمه بص بقى الاستروبوسكوب الاستروبوسكوب ده موجود برضو في معامل الحرارة ومن اسهل الطرق بس عايز اللي يستعمله وضروري يكون مهندس ماينفعش حد مش فاهم انا بقول لك الجسم اللي بيدور هحط عليه علامة فهتبدأ العلامة تدور هجيب زي لمبة بتطلع اضاءات بترددات محكومة هقدر اتحكم في التردد بتاع الاضاءة اللي خارجها هحطها مثلا تطلع الف ومضة في الدقيقة يبقى اذا لو الجسم اللي بيدور بيدور الف مرة في الدقيقة وهي اللمبة بتطلع الف ومضة في الدقيقة هشوف العلامة ثبتة يبقى انا كده عرفت ان العلامة دي بتدور الف مرة في دقيقة يبقى انا قسة الار بي ام تاني يبقى هي بتدور بالف مرة في دقيقة انا حطيت العلامة العلامة ضارت الف مرة في دقيقة انا بطلع اضاءة بمعدل الف اضاءة في دقيقة ظهرتلي العلامة سابتة طيب في مشكلة ان انا لو طلعت الاضاءة الفين مرة في دقيقة هشوف علامتين والاتنين سابتين لاني بقيت اشوفها مرتين في الدورة ماشي فلو شفتها مرتين ابقى انا عارف ان الاياس غلط ماشي طيب لو طلعت خمسمية في دقيقة خمسمية في دقيقة بقيت اشوفها مرة او مرة لا شفت علامة واحدة علامة واحدة وسكنة اعرف ان ايه غلط ما الخمسمية مدياني علامة واحدة وسكنة والالف مدياني علامة واحدة وسكنة اعرف منين ان ايه غلط لا عم مفيش ديسبلي هو انت شفت بيدور وجبت حتة بوية وعملت خط وجايب الستروبسكوب بيطلع الاضاءات ديت وببص على الخط ده اشوفه بعنايا سابت ولا متحرك مفيش ديسبلي ماشي فاذا لما حطيت هو بيدور بالف مرة في دقيقة لما حطيت الف اضاءة في الدقيقة شفتها سابتة لما حطيت خمسمية برضو سابتة مش سامة مائية هو بيدور باستمرار لا بقى الوزيشن مروش معنى هنا العلامة في الاخير هتبدو لعنيك سابتة ليه بقى؟ لانه يعنيك بتاعها غير قادر ان يشوف التغيرات دي عينيك كسنسور ما عينيك دي في الاخير ربنا سبحانه وتعالى انا عم علينا بسنسور جبار رائع جدا الوزيشن بتاعته مرعبة على فكرة الوزيشن بتاعته مرعبة على فكرة يوم محدش يلمسها لان بتبدو تماما سابتة لدرجة غريك انك انت تمدي ايدك تحط ايدك عليها فدايما هتلاقي لايه؟ العلامة دي حطينا احنا عليها سلك السؤال اعرف منين الخمسمية هي اللي صحة ولا الالف هي اللي صحة؟ لأ انا بقول لك هو بيدور بالف انا بقول لك الالف هي اللي صحة بس الالف اداتني رائع سابتة علامة سابتة والخمسمية برضو هتديني علامة سابتة والمتين والخمسين هتديني علامة سابتة ايوة هعمل ايه بص بقى بص الالف هخليها الفين انا هطلع الفين وامضة في الدقيقة هشوف علامتين يبقى الالف صح طب الخمسمية هضربها في اتنين هتبقى الف هتديني علامة واحدة تبقى الخمسمية غلط ودي احتمال تكون صح او غلط فيبقى طريقة رياسكة القادي هغير عدد الوامضات لغاية ما طلع علامة سابتة ماشي؟ هضرب بقى في اتنين هطلع ضعف عدد الوامضات لو فضلت سابتة يبقى اللي فاتت غلط ودي احتمال تكون صح هضرب في اتنين كمان لو فضلت سابتة يبقى اللي فاتت غلط ودي احتمال تكون صح هضرب في اتنين كمان لو ادتني علامتين يبقى هي كانت صح يعني الاراية الصحيحة هي نص او الاراية تديك علامتين الاراية الصحيحة هي نص او الاراية تديك علامتين ايوه لا احنا عاملين علامة واحدة بس هو الشافت بيدور عملنا عليه علامة واحدة لا 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 هو الشافت بيدور اهو جيت على مقطعه المواجه ليا وحطيت علامة وانا واحد ببص من هنا اهو فظهرت لي علامة ولو ضعفت هتظهر لي اتنين واحدة فوق واحدة تحت او واحدة يمين واحدة شمال هشوفها مرتين في السايكل في فيديو هنا شوفوه هيشرح لكم القصة دي طيب احنا كده احنا كده وصلنا السلايد مهمة جدا بتحقق خاصية لم تتحقق من قبل في خاصية في السلايد دي ما حصلتش في السلايد اللي قبلها ان لما تعمل كده ما يطلعش معاك داني شايفين العلامة دي طلعس لما تعمل كده ما يطلعش معاك داني انتو طبعا مدركين الخاصية دي معناها ايه انتو مدركين الخاصية دي معناها ايه طيب احنا كده بقى هناخد الكوز بتاعنا النهاردة. كده هناخد الكوز بتاعنا النهاردة هيكون انك تشرح طريقة عمل اللي احنا لسه شرحينها. تشرح طريقة عمل. وتكتب وتكتب الاربع اللي بيكونوا موجودين على ظهر الورقة بقى هتكتب الاربع اللي بيكونوا موجودين في الدينامومتر. الدينامومتر فيه اربع اللي بييسم الروتري دينامومتر. كان فيه اربع حاجات مطلوبة هتكتبهم. وعلى وش الورقة هتشرح طريقة عمل يبقى الوش اللي يشتغل ازاي? عالضهر الاربع حاجات اللي يخصوا الدينامومتر. كان فيه اربع مواصفات فيها.